السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا متابعين الكرام متابعي جديد أحوال الطقس إليكم هذه النشرة الجوية الخاصة بالمناطق الجزائرية التي ستشهد أمطار جد غزيرة ابتداء من ليلة الثلاثاء السادس والعشرين من شهر مارس إلى غاية الأربعاء السابع والعشرين من شهر مارس كما نتابع معكم في الصورة أمطار طوفنية وقوية جدا هذه الليلة على جبال الأوراس وليت باتنة بالإضافة إلى وليت خنشلة وجنوب أملب واقي بالإضافة إلى وليت تبسة وجنوب وليت الصيف مع ثلوج كثيفة أيضا على ارتفاع الألف وتسعمائة متر بكل هذه المناطق المذكورة سمك الثلوج متابعنا الكرام سيصل ما بين الخمسة والخمسة وعشرين سنتيمتر وقد يتعدها خاصة بجبال الأوراس بالإضافة إلى خنشلة ومرتفعات وليت تبسة والله أعلى وأعلم جبال الأوراس متابعنا الكرام قد يصل سمك الثلوج إلى الخمسين سنتيمتر بالإضافة إلى أمطار جد غزيرة أمطار متابعنا الكرام أيضا وخطر تشكل السيور بكل من وسط وشمال أدرار كما نتابع معكم في الصورة قد تتعدى كمية الأمطار 35 ملي متر أما الأمطار ستكون أيضا غزيرة على جنوب وليت غردايا بالإضافة إلى بشار كما نتابع معكم في الصورة بالإضافة إلى البيض وليت النعامة تلمسان وقد تتعدى 35 ملي متر لغاية منتصف يوم الأربعاء 27 من شهر مارس للإشارة فقط أيضا وليت تياري قد تشهد بعض الثلوج الكثيفة لفترة قصيرة وممتدة بعد ظهيرة الغد الأربعاء 27 من شهر مارس سنوفيكم متابعنا الكرام بجديد أحوال الطقس وجديد التحديثات للنماذج العالمية لأحوال الطقس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته